أهلا بحضراتكم من جديد الفقرة اللي معاهي دلوقتي فيها تفاصيل مهمة جدا دايما وإحنا بنشتغل في الصحافة أو في الإعلام لما بيكون عندنا حالة جدلية أو عندنا موضوع عايزين نتكلم فيه بنقول مثلا معنا مصدر من الكاف أو مصدر من الفيفا النهاردة مش هنقول مصدر من الفيفا النهاردة هنقول إحنا معنا محاضر رسمي ومعتمد من الاتحاد الدولي فيفا وبيشتغل بشكل مباشر مع الاتحاد الدولي ولجمة حكام الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي أيضا في عدة ملفات مهمة احنا دايما هنا دورنا نقدم رسالة ومادة إعلامية تبقى مفيدة للمشاهد المصري بشكل عام والمشاهد الأهلاو بشكل خاص مصدر في الفيفا يعني النهاردة أقول لنا معلومات مهمة جدا وتطورات غاية في الأهمية في عدة ملفات حصلت في الأعيام الأخيرة والساعات الأخيرة لأنه ابدأ يتحرك في دول شرق وغرب أسيا وفي دول شمال إفريقيا عشان تطوير التحكيم والتعامل مع تقنيات الفار وقرارات جديدة صدرت من الفيفا والكاف النهاردة هنتكلم فيها لأن المفاهيم اتغيرت والتعليمات اتغيرت والأخبار الجديدة هتسمعوها بالتأكيد من خلال الكابتن تامر دوري المحاضر المصري المعتمد في الاتحاد الدولي لعام عشرين أربعة وعشرين كابتن تامر برحب بك في البداية على شاشة القناة الأهلي وده أول ظهور ليك من خلال الإعلام الرياضي المصري تحياتي لحضرتك وتحياتي لأسرة برنامجك الكرام وتحياتي لمتابعينك من جميع انحاء الوطن العربي بشكركم جدا على الدعوة دي ومبسوط إن أنا موجود معاكم النهاردة إحنا أسعد بالتأكيد ونتشرف بوجودك معنا يا كابتن تامر وكابتن تامر دوري حاليا موجود في لبنان لأن في مهام مكلف بيها وفي اختيار مهم جدا تم من خلال الاتحاد اللبناني لكرة القدم كل دي تفاصيل هنتكلم فيها دلوقتي لأن عندنا النهاردة مفاجآت مهمة جدا لأسرة التحكيم وأيضا كمان لجماهير الكرة المصرية طيب كابتن تامر هبدأ معاك الأول ولسه هتكلم على صفتك في الاتحاد اللبناني بس الأول عايز أبدأ بالاتحاد الدولي وحضرتك من المحاضرين المعتمدين من الفيفا ومحاضر فيفا بشكل رسمي وقمت بتكليف من الاتحاد الدولي وسفرت في دول شرق وغرب أسيا وسفرت أيضا في شمال إفريقيا وعقدت محاضرات تحكيمية في ليبيا وفي الجزائر وفي تونس وفي العديد من الدول في شرق وغرب أسيا تكلف الفيفا الغرض منه إيه؟ والبوزيشن اللي حصلت عليه من الاتحاد الدولي هذا العام يعني عايزين نعرف تفاصيله إن ده خبر مهم لازم برضو نقول لكل السادة المشاهدين بشكرك جدا على المقدمة الجميلة من حضرتك وبالفعل الحمد لله من خلال الاتحاد الدولي على مدار العام اللي فات ونص العام اللي قابله تكلفت من الفيفا بإعطاء محاضرات خاصة بتقنية الفار في معظم دول أفريقيا وكمان في شرق أسيا وغرب أسيا بنتكلم في الجزائر وتونس وليبيا والمغرب وكمان بنتكلم في إندونيسيا، ماليزيا، فيتنام، لبنان، عمان وإن شاء الله وفي ليبيريا، أغاندا الحمد لله فضل ونعمة كبيرة من عند ربنا التكليف دوت يعني أنا موجود في الفيفا من زي ما قلت الحالك من سنة سنة ونص وكانت كل المهام المكلفة لي كانت مرتبطة بإعطاء المحاضرات الفنية وكمان محاضرات فيما يتعلق بتقنية الفار كمان تأسيس أو استخراج الرخص الخاصة بتقنية الفار لبعض الدول وفي مرحلها النهائية وده اللي حاصل خلال المرحلة اللي فيها تدي الفكرة يا كابتن تامر إن الفيفا بيرسل أو بيبعث مثلا محاضرين معتمدين عنده للدول يعني الهدف من كده إيه؟ عايز يوصل التحكيم في العالم لإيه بالظبط؟ طيب هو اللي بيحصل بالظبط إن إحنا من دول أفريق من كل قارة بيبقى فيه محاضرين معتمدين من الفيفا المحاضرين دولت بيبقى عندهم الـ latest updates بتاعة القانون كيفية توصيل المعلومة للمؤدرسين المحليين بالدول الحكام، الحكام الوعيدين، المحكمات الرسالة دي بتبقى من خلال المحاضرين المعتمدين دولت وبيبقوا عدد محدود في كل الدول أو في كل القارات ومن خلال العدل المحدود ده من المحاضرين بالفيفا بنوصل المعلومات اللي محتاجها الجهاز التحكيمي على مدار الفترة الجديدة أو الحالية عشان خاطر يطور التحكيم ديه طيب في آخر كورس من الفيفا لاعتمدتكم كمحاضرين من الفيفا في الأوينة الأخيرة مين من أفريقيا كان معاك تنتمر في هذه الكورس أو في هذا اللايسنز عشان تشتغلوا بقى بشكل عملي مع كل دول العالم الكورس ده بيبقى فيه كان معايا موجود فيه كابتن عسام عبد الفتاح وبعض المحاضرين من أفريقيا كان فيه دوي كان فيه بيكتر جوميز وكان فيه كمان فليكس تانجوريما دولات بيبقوا المعتمدين من الاتحاد الدولي بياخدوا الكورسات دي في الاتحاد الدولي وبعد كده دائما قلت الحالي بننقلها للدارسين أو المدرسين للاتحادات القرية طيب بناء على هذه التحرقات أكيد كان الاتحاد اللبناني متابعك بشكل كويس وراصد يعني التطوير اللي قمت به في دول شرق وغرب أسيا تحديدا أنا في البداية عايزة باركلك لأن من خلال شاشة قناة الأهلي كابتن تامر رادوري تم اختياره وتعينه رسميا رئيسا للجنة التطوير والتحكيم في الاتحاد اللبناني لكرة القدم في الساعات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة بشكرك جدا طبعا على التهنئة دي هو اللي حصل بالظبط أن أنا من التكلفات اللي جات لمن الاتحاد الدولي كنت موجود في لبنان عشان خاطر أبدأ معهم تقنية الفار والحمد لله في المراحل بسيطة جدا ربنا أكرمنا واتيسرت الأحوال وبقوا معتمدين من قبل الاتحاد الدولي وكان فيه يعني مشروع الاتحاد اللبناني بيسعى لي وعايز ينقل التحكيم اللبناني لمرحلة تالية متقدمة تتواكب مع اللي بيحصل من الفيفا وحصل توافق على أن أنا أكون موجود معهم وإن شاء الله تبقى بداية خير بإذن الله تعالى ويكون خير ممثل لبلدي في لبنان بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تعالى